السلام عليكم أخوتي أخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلدي هذا الفيديو أخوتي جميل لكم فيه مواضيع حامل الغاية فجأة اتخلت للتويتر وبدأت نشوف صور مثل هذه يعني خريطة الجزائر أصبحت أكبر مما كانت عليه وكل الآن في تويتر يتحدث على هذا الأمر وسمعوها الحركة الجزائرية لإسترجاع أراضي شرق ملوية وفي كيك يعني هذا الأراضي جاي في المرة وكش دخلها في الجزائر فمن الذي يعني هذا الأمر خوتي بقنا نشيركم معكم التفاصيل بخصوص الجارة الغربية تبين أن الصهاينة والإسرائيل تساعد المغرب في هجومها على الصحراء الغربية بقنا نقول لكم التفاصيل تعهد الأمر وعلاه الجزائر قطعت معها العلاقات والكثير من الدول الإفريقية الآن رح تقطع العلاقات مع المروق وبخصوص الدول الإفريقية خوتي جحلوية على تربح العيب للواحد ومبعد تعود تسحقه مالي إذا كم شايفين خوتي ربحتنا العيب يعني ربحت العيب للجزائر وقالت لها في الحقيقة مش أنت لي حاوستي الإرهاب أنت زد تدرت لي الإرهاب وانت جزء من المشكل وكذا من النمل هي يبدو أن الآن مالي تعتذر وتحتاج مساعدة الجزائر لأن الأمر يعني خرج عن سيطرتهم وذكروا شوفوا مع بعض أيضا رح نقول لكم خطاب مرعب للفريق الأول السعيد شنغريح رح نقول لكم نتائج الرياضيين الجزائريين في الألعاب الإفريقية يعني حصلوا على ميداليات مشرفة صراحة أيضا تحقيقات بيّنت أن المساعدات للاحتها الإمارات وماتوا جراءها فلسطينيين كانت متعمدة وحشارك معكم التفاصيل كم يشتوا خوتي هذه أبلز عنوين الأخبار اليوم ما نبقى معنا حتى الآخر بيشتعرفوا كم من التفاصيل وقبل ما نبدأ هذا الفيديو خوتي أرجوكم أدعمونا بالضغط على زل الإعجاب واشتركونا في القناة خوتي قبل ما نطول عليكم خلينا نروح للأخبار قبل ما نبدأ بالأخبار خوتي لقيت هذا الفيديو يسموه يعني عالم الإحصائيات عنده مقرب ربع ملايين مشترك وإذا ما ندروا التصنيفات وقرأوا معنا هنا واشقلوا وقال لك يعني ما هي البلدان اللي الناس اللي رافده الباسبورت الإسرائيلي ممنوع عليها دخولها شو تكون في المركز الأول خوتي الجزائر يعني إذا كان عندك باسبورت إسرائيلي تطلع لسماوات السابعة وتهبط مكش داخل الجزائر ثانيا قل لك بنغلاديش بعد بروني ثم إيران في المركز الرابع العراق كويت لبنان ليبيا باكستان على السعودية سوريا واليمن كاش اللاب الآن نروح نروح للأخبار بخصوص الأخبار وعلاقات الدول مع الدول أخرى عدنا مالي كما قلنا لكم في السابق يعني مالي صراحة ربحة العيب للجزائر وكثير بدي طالب بيقاطع الحالقات ديركت مع مالي فإحنا ما نستفدو من هولو الجزائر كانت تتحاول تستضيف الطرفين باش تدير الحوار بين طرفين نزع في مالي لكن أحد الأطراف قراب لهذه حركة من الجزائر للإنحياز والتقرب من طرفين على حساب طرفين آخر من هجب الجزائر وقال لونها تيراكي سبت لمشكل وانتي هي لاركي تديرينا الإرهاب في البلد وفي الحقيقة ما كش تساعد على إخراجه الجزائر غضبت من هذا الأمر وقلت باللي المالي هذه التصريحات غير مسؤولة الأمر المفاجئ هو أنه يعني وفي نزاع الجزائر مع أي دولة أخرى ديرك تقطع معه من العلاقات متحبش تكثر لذا رجاكم شفتم مع إسبانيا يعني ما هجمت الجزائر مباشرة إلى أنه الجزائر غضبت من إسبانيا وجمدت معها العلاقات فما بالك بي دولة مثل مالي يعني قريب ما تكزيستيش في هذا الحالة رئيس تبون كبر خاطره والجزائرين أيضا كبروا خاطرهم مع مالي لماذا؟ بش يظهر للمالي باللي وديحنا الدول الإفريقية لازم نتكاتفوا اليد باليد ومرا لاش عاديان والآن بعد فترة كما راكم تشوفوا وبعد تعالي أصوات المعارضة في مالي وزيادة حجم التحديات الأمنية أدى هذا إلى زيادة الامتعاض الشعبي من الحكومة هذه تعمالي جديدة والخبراء قالوا باللي مالي راح تلجأ الآن للجزائر لا محالة عاجلا أم آجلا مثل ما فعلت طوال سنين يعني طوال الستين سنة الماضية لإيقاف مسارة هدم الدولة والحرب الأهلية يعني راح تضطر تلجأ للجزائر بشتساعدها تتخلص من هذه الأزمة وتم تتميزه لو كان جي مالي تطلب الجزائر في المساعدة راح تقبله بعد ما مالي ربحثنا على العيب طبعا خوتي لأن الجزائر على بالها باللي وراءها دفع مالي باش تخرج تقول هذوك التصريحات كانت وراءها الامارات التي تحاولوا إشعال الحرب في المنطقة وإشعال الضغينة فالجزائر لا تروحش وراء هذا اللعب راح معاولة نور مارمو على حسب تفكيري معاولة تسمحنا المالي باش بتخليش يعني شاياطين الامارات يطعوا عليهم ويديرونا التفريقة بيناتنا وخوتي قادر تقول لي بصحة هذي مالي باركحنا عليها رانان نحاوسوا على مالي رئيس تبور هندي المخطط مالي متضامنة في هذا المخطط يعني تكتل اقتصادي يربط الجزائر مع الدول المحيطة بها فتوم رشاكم خوتي في هذا الموضوع بخصوص الامارات إذا كتبينت ونبينت التحقيقات أنه هذوك الطيارات زعمت على الامارات اللي رسلت بهم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ولاحتهم بالبارشيت هذو خوتي لكم توفيهم زعمال بارشيت وبعض ما حابتش تفتح وطاحت على ريوس الفلسطينيين وكتلتهم قل لك في الحقيقة هذيك مديونة خاصة بيش تكتل المدنيين في فلسطين وشوفوا وشيقول موقع بوابة الجزائر قل لك كشفت نتائج تحقيق موثيرة لمنصة آي كاد تورط الإمارات في قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على إثر عملية إنزال مساعدات الجوية الفاشلة قل لك والتحقيق أثبت أن الإمارات هي من كانت وراء عملية الإسقاط الجوية الفاشلة للمساعدة الإنسانية هذه ليست مساعدة إنسانية هذه قتلة الإنسانية ديركت والتي تسببت في سقوط قتلة وجرحها قل لك كل الطائرات التي أرسلوا هذه المساعدات ما كان حتى واحدة فشلت فيها المظلات ما عدا طائرة الإمارات ومشي ميظلة مشي زوج بزيف ميظلة تفشلوا ونهالي طاحوا يعني عشرة فلسطينيين تبلسة وخمسة منهم ماتوا مساكن لكن طبعا روح الفلسطينيين مساكن الآن أصبحت أصبحت رخيصة بالنسبة لهم ومنوضوش قضية لهذا الأمر يعني قال لك أي معديش مساكن ماتوا أكسيد ومعها خالينا منه بصف الحقيقة روح الفلسطينيين هي أغلى الأرواح الآن في الكرة الأرضية فأنتم أخوتي يشارككم في هذا الموضوع خبرناكم في التعليقات لخصوص الصهاينا نروح ثاني كالجارتنا الآن كالك وسائل إعلام مغربية واش تقول الكربل وحدات من القوات المسلحة الملكية تحت غطاء جوي إسرائيلي وهذا الغطاء الجوي إسرائيلي أخوتي متكون من دعم الجيش الصهيوني للمغرب بطائرات مقاتلة وأيضا درونات بحثتها للمروك بيش تحارب معها وهذا القوات كلها بالإضافة للجيش المروكي رهي تقترب من المنطقة العازلة قرب أسرد الصحراوية المحتلة وكتلة رموز زمور المحبوس يا سبحوني أخوتي أسميه وتدو صحا وكتلة زمور والمحبس يعني هذو بلايس كومبلي جيين في الصحراء المحتلة وهذا الأمر يثبت عليها المروك نطبع مع الكيس الصيوني يعني باش يستغل القوة تاعه والجيش تاعه باش يزيد يزدم بحكم أنه حتى الصهاينة هم قوات محتلة لدول أخرى نلقى لك نستعمل الشيطان باش نربح الصحراء الغربية لكن القوات الأممية وثقت خرقات للجيش الاحتلال المروكي غير مقبولة هذا الأمر رح يلعب بشكل كبير جدا ضدهم وضع إسرائيل في المحافل الدولية وبخصوص الحدود كما قلت لكم انتخلت للتويتر وفجأة نلقى العلام الجزائري والخريطة الجزائرية ماش بحجمها الطبيعي نرمو خريطة الجزائر تخلص هنا وهنا ماش هذا القطع قال لي ولا تتعنى ولا كيفاه وفي الحقيقة ظهرت حركة جديدة الآن في التويتر تسمى بالحركة الجزائرية لاسترجاع أراضي شرق ملوية وفي كيك حقيقة خوتي يعني في التاريخ كانت هناك معارك بهذا الخصوص لكن خلينا نقعد في الحاضر خير يعني صراحة أنا من ناحية كان الكثير من الجزائريين يدعمون هذا الحركة قال لك أنا أدعم الحركة الجزائرية لاسترجاع الأقالي من الجزائرية وشرق ودي ملوية يعني تحت مصطلح بل إحنا ثانيك عدنا الألوان وإحنا ثانيك نقدر اللون ومشغلتهم المراركة لكن أنا شخصيا يتكلوا ذا المراركة يعطي كي يبعدوا على ريوصنا بركة ما تخلطوا فينا ما خلطوا فيكم بعدوا على ريوصنا هذا مكان بصاعد توم أخوتي واش راكم في هذا الموضوع؟ تحقن مضحك خبرون لكم في التاريقات وهل تدعمون هذه الحركة؟ بخصوص الحركات خرج رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شينغريحة من زيارة عمل وتفتيش دارها لمقر قيادة القوات البرية وتحدثوا قال يعني كلام قوي قال أن نوع التهديدات والتحديات المعتارضة تفرض على الجيش الوطني الشعبي المحافظة على أعلى مستولة الجهيزية والعمليتية والمتابعة المستمرة لتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة يعني قال باللي بلدنا الآن راهم مهدد أكثر من أي وقت مضى من العديد من الجهات وهذا الأمر صحيح خاتي راكم شفتوا ديجا يعني جنود المروك استعانوا بجنود الصهاينة وبالعاتد التحم باش يزضدموا على الصحراء الغربية وهذا الأمر غير مقبول فيعني راهم غير قدام بابنا فقط لدى الأعداء راهم غير جيران لهذا مكان وزيد قال الفريق شنغريحة يتعينوا على الجميع أن يعو بأن المسئولية تعتكليف وليست تشريف وأن المهام الموكلة لابد لها أن تنفذ بسرامة المطلوبة وفي سبيل المنافقة الفاعلة لجهود المقرسة الرامية لتتسيد مشروع الجزائر الجديدة يعني قالهم باللي يوضي هذا الأوامر لأنني نعطيهم لكم مش هاد ديلوها بليزير بس يفعليكم ديلوها لأنها أوامر صارمة لأن الوقت اللي أنا فيه ما يرحمش أنتم أخيروا تشاركوا في هذا الخطاب يعني الخطاب كان طويل ونحن أعطيت لكم فقط رؤوس الأقلام وأيضا وأخيرا في الأخبار يعني الجزائر في الألعاب الإفريقية راهي دائرة يعني نجحات كبيرة نحضر لكم ثلاثة منهم ولكن كان كثير من النجحات الأخرى فمثلا العداء الجزائري سليمان مولا يفوز في سباق 600 متر بزمن قدرها تقيقة 14 ثانية و52 جزء من الثانية بملتقى سلسلة ألعاب القوى الجائزة الكبرى بجنوب إفريقيا يعني ألعاب القوى الآن اللي ندينيها إفريقيا لك تعتبر ثاني أفضل نتيجة عالمية للموسم وثاني أفضل نتيجة في تاريخه في التاريخ العربي والوطني في هذه المنافسة يعني حطم دير رقم يشرف الجزائر وحطم الكثير من الأرقام القياسية روحوا للمنافس الآخر المصارع الجزائري ليلي محمد المهدي حيث أحرز الميضالية الذهبية في منافسة الجيدو على وزن 100 كيلو بلاس ضد خصمه السينيغالي لحساب فعاليات الألعاب الإفريقية أكرا ٢٠٢٤ ونزيد في الأخير عدنا السباح الجزائري العالمي جواد صيود هو الآخر أحرز الميضالية الذهبية في فعاليات ألعاب القوى في إفريقيا أكرا ٢٠٤ وعدنا الكثير يعني من الإزارات لا تحقوا ميضالياته غضوا إن شاء الله نزيد ونشاركوا معاكم ما تبقى منهم كما راكم شفتوا خاوتي راني شاركنا معاكم أبرز عنوين أخبار اليوم وكما العويض خاوتي قبل ما نختم هذا الفيديو نتمنى منكم تروحوا تدعموا قناتنا الاحتياطية راني حطيت فيديو فيها يعني هام للغاية نشوفوه شي يقول يعني مشاهد من مسلسل البراني تغضب وزارة الاتصال وهذه يعني تصورة الفيديو روحوا وشوفوها خاوتي تلقاه في قناة الاحتياطية الأخبار اللي فيها فريدين يعني الأخبار اللي حطهم هنا ما تلقاهوهاش في هذه القناة وأيضا تلقاهو الفيديو في خانة الوصف في آخر تعليق وثانيك تلقاهوه هنا في هذا الكوتي تاع الشاشة شكرا خاوتي على مشاهدة وإلى اللقاء شكرا شكرا